الشيخ محمد بن درويش الحوت كان تأثرا كبيرا بالإمام أحمد وما كان عليه الإمام أحمد من سد باب التأويل والتعامل مع الصفات الخوض فيها بغير حق كما يفعله المعتزلة والجهمية والأشاعرة طبعا أيضا كان معظما مبجلا لابن تيمية وعلى أهل بيروت من الأحباش أن يتعرفوا على هذه الحقيقة لأنهم نشأوا على جماعة حبشية مستغلة جدا وموجهة من قبل حزب الله ومن التيار والأمواج الرافضية وقد تبين للعديد من الأحباش هذه الحقيقة وتركوهم وأنا عندي ردود ولله الحمد موسوعة أهل السنة أهمها موسوعة أهل السنة ردد فيها الرد الكبير على هؤلاء وتضمن كتابي بعض العبارات أو التقريرات أو الحكم على بعض الأحاديث التي حكم عليها الشيخ محمد بن درويش الحوت نبدأ بسرعة إن شاء الله أولا في موقفه من الحاكم الذي روى حديث موضوعا أن الله قال لآدم لو لا محمد ما خلقته ولا خلقت الجنة ولا النار هذا كبير على كل حال يقول الشيخ محمد بن درويش الحوت سأصطلح على كلمة الشيخ الحوت بأن الحاكم متساهل في التصحيح ثم نقل عن المناوي تعقب الذهب لكثير من تصحيحات الحاكم هذا في كتاب أسنى المطالب صفحة 573 وأما فيما يتعلق برواية إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض فلن ينادي يا عباد الله احبسوه فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه قال الشيخ الحوت فيه معروف ابن حسان منكر الحديث أسنى المطالب صفحة 120 على أن هذه الرواية هي دين الأحباش ومستمسكهم تقول أن لله حاضرا وهم يدعون غائبا هم يستعملون الحديث لدعاء الغائب والحديث على علته يقول فإن لله حاضرا في كذلك عن حياة الخضر قال الشيخ الحوت لم يرد في حياته شيء يعتمد عليه أسنى المطالب 616 كذلك حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي قال أن الحديث ضعيف أسنى المطالب 434 وفي كتاب له تعرفت عليه الليلة وقرأته كله حوالي 550 صفحة استعرفته بسرعة يذكر فيه أن الحاصل يعني نتيجة الحكم على الحديث أنه فيه مقال صفحة 246 إلى 247 من كتابه أحسن الأثر وأرجو أن لا يكون كمال الحوت قد عبث بكتب الشيخ الحوت لأنه لا أعتقد أنه جده كما فعل الفاخوري نزار الفاخوري بكتاب مفتي لبنان الشيخ الفاخوري عبث بكتابه قريبه وحدث منه 6 صفحات تستعرض عقيلة محمد بن عبد الوهاب طيب كذلك حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي قال في أسنى المطالب صفحة 429 رواه البيهقي وفيه حفص القارئ رمي بالكذب هناك أمر آخر تذكرته في كتاب أحسن الأثر يقول فيه موسى بن هلال البصري لا يصح حديثه ولا يتابع عليه وقال النووي ضعيف جدا كذلك ابن حجر قال حديث غريب ثم قال والحاصل أن فيه مقال كذلك في كتاب أحسن الأثر يقول في صفحة 469 على حديث من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا استدل بقول ابن الجوزي لا شك عندنا أنه ولد مختونا ولكن هذا الحديث مكذوب والحديث يحتج به الأحباش من كرامتي على ربي هذا كذب كذلك حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي قال الشيخ درويش الحوت وفيه حفص القارئ رمي بالكذب ورواية من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني كذلك قال لا يصح مع أنه أورد هذا الحديث من كتاب الإحياء لكن له كلام على كتاب الإحياء يقول مع إجلالنا للشيخ الغزالي فإنه لا يعتمد عليه في الحديث لا يعتمد عليه في الحديث يعني هذه الكلمة لوحدها ردا على من يقول هو حجة الإسلام تبقى لو كان حجة الإسلام هل سوف تعتمده في التصحيح والتضعيف هذه مشكلة لأن أكثر هذا باعتراف في السبكة أكثر روايات الإحياء بين ضعيف وموضوع وقد اعترف الغزالي بنفسه لأنه ليس حجة في الحديث فقال بداعتنا في الحديث مزجاه في حديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني قال ذكره ابن الجوزي في الموضوعات نعم الإحياء المجلد الأول صفحة 258 قال العراقي الآن هذا تخريج العراقي في تخريج الإحياء يقول ذكره ابن الجوزي في الموضوعات أما الحود فقال لا يصح أسنى المطالب 467 ثم تكلم في أسنى المطالب عن المكان المشهود المعروف باسم الحسين بالقاهرة يقول ليس الحسين رضي الله عنه مدفونا فيه بالاتفاق لأن القاهرة بناها عبد القاهر الفاطم العبيدي اللي هم أنشأوا المولد هم الذي أنشأوا المولد نبوي ودولتهم كانت في القرن الرابع فلعل الفاطميين هم الذين عمروا المشهد الحسين لأنهم عظموا أهل البيت ونسبوا أنفسهم إلى الحسين وهم كاذبون أسنى المطالب صفحة 609 وعن حديث نجاتي أو حياتي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الحوت حديث أن الله أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن ثم مات فأسلم فآمن ثم مات قال قال ابن كثير الحديث منكر جدا أسنى المطالب صفحة 51 أما عن التأويل فقال الشيخ الحوت في كتابه رسائل في عقائد أهل السنة والجماعة سيدنا أحمد يمنع التأويل وقوله يمنع التأويل لا يعني أن الصفة لا معنى لها مش ممكن يعني ما الحكمة أن الله ينزل علينا آيات تتضمن أعظم ما يحتاج الناس أن يتعرفوا على من لم يروه سبحانه وتعالى ينزل طفات له لا يجوز أن تعرف ولا معنى لها مش ممكن وإنما المقصود بذلك الخوض فيما يسميه أهل الباطل بالتأويل وهو تأويل فاسد كقولهم استوى استولى يده نعمته عنايته قدرته إلى آخرين إذن رسائل في عقاد أهل السنة والجماعة صفحة 31 تحقيق كمال الحود وأرجو أن لا تكون يده كمال الحود قد امتدت إلى حذف وتحريف بعض النصوص كما فعل الأحباش في كتاب تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام للشيخ عبد الباصد فاخوري حذفوا منه ست صفحات ليه؟ لأنه استعرض الشيخ الفاخور استعرض كلام محمد بن عبد الوهاب ثم شهد له بأنه لا يختلف عن كلام نبينا والأنبياء من قبله عقيدة نبينا والأنبياء من قبله فهذه أغضتهم جدا وتضر مصداقيتهم ماذا فعلوا؟ حذفوا هذه الصفحات طبعا الكتاب في دار الجنان طبعا في اليمن ثم شحنوه إلى بيروت وتكلمت مع بعض المشايخ قلت لما توجهت إلى المفتي يا شيخ كتاب مفتي لبنان تعرض للتحريف من قبل الأحباش ولا أحد لا يرد بالأسف أجندات سياسية في لبنان الدين في لبنان إلا ما رحم الله سياسة أنا أذكر أن السكي أحصى هذه الأحاديث فجعلها في 37 صفحة في طبقات السكي طبقات الشافعية كلها أحاديث بينها موضوع وضعيف كيف تقولون من لم يقرأ الإحياء فليس فيه حياء؟ بيع اللحية واشتري الإحياء تشتري أحاديث موضوع وضعيفة؟ أما عن عقيدة الكسب الأشعرية التي رأيته في موضع آخر يذكرها في كتاب الدرة الوضية لكن هنا في كتاب رسائل في بيان أهل السنة والجماعة صفحة 60 الحمد لله هذه بقيت سلمة من التلاعب ذكر محمد بن درويش الحوت أن كسب الأشعر العقيدة الكسب عند الأشعر عقيدة يعني باطلة أضحكت الناس وحتى الأشعر ما فهموها ما فهموها ولذلك قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعرية والحال عند البهشي وطفرة النظام عقيد لا تفهم كيف؟ يقول لك أن الجبر باطل لكن الكسب حق طيب ما هو الكسب؟ الكسب أن يكتسب العبد الفعل من الله فهو يفعله وهو كسبه من عند الله مثل أن تقول سال النهر فأنت تظن أن النهر له إرادة بأن يسيل ويسير أو سقط الحجر فإرادة الحجر هنا مجازية وهكذا فعل العبد عنده عجيب الأشعر شيء عجيب جدا وهذا في حقيقة يثبت قدرة لا أثر لها ولذلك قال الجويني إثبات قدرة لا أثر لها كما في القدرة والجويني تعجب من كلام الأشعر تعجب قال مذهب أبي الحسن الأشعر عندي مختبط شوف ماذا قال في النظمية قال أن نفي تأثير قدرة العبد في فعله في ذلك إبطال للشرائع ورد لما جاء به النبيون كيف تقول أنت أهل السنة والجماعة العقيد النظمية صفحة 31 إلى 32 بتحقيق الكوثري نحن نتكلم بيعلم ولذلك قال ومذهب أبي الحسن مختبط عندي في هذه المسألة فقد لاح سقوط مذهبه في كل تقدير قال ذلك في كتابه البرهان في أصول الفقه المجلد الأول صفحة 195 هو كتابه هذا البرهان في أصول الفقه لذلك قال الحوت أن كسب الأشعري بلغ من غموضه أن صار يضرب به المثل فيقال هذا أخفى من كسب الأشعري يعني الشيخ الحوت يسخر من عقيدة الكسب الأشعرية يعني غامضة ما تفهم ومتناقضة وقد عاد الأشعري بالناس إلى نفس مذهب الجبر فقد غير الاسم مثل من جبر إلى كسب كما تسمى مثلا الخمرة مشروبات روحية هي خمرة والحقائق لا تتبدل بالأسماء بالتسميات الحقائق لا تتبدل بالتسميات فالجبر وجبر وإن سميته كسبا الأمر الآخر وهو الأخير أن الشيخ الحوت محمد بن درويش الحوت في كتابه أسنى المطالب يستدل دائما بالشيخ ابن تيمية وكذلك في أحسن الأثر لم أجده استدل بابن تيمية في كتاب أحسن الأثر إلا يمكن في موضعين موضع أو موضعين بخلاف أسنى المطالب استدل به كثيرا دائما يقول قال الشيخ ابن تيمية عن هذا الحديث ضعيف موضوع كذا ما السخاوي فقال وكيف لا يستدل بابن تيمية وهو الذي فاق أهل عصره علما بل يعتمد عليه شوف 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 كلام الدرويج في الغزالي لا يعتمد على الغزالي أما السخاوي قال بل يعتمد على ابن تيمية ويؤخذ بقوله هذا الفرق الآن طيب حنذكر فقط نستعرض عدد رقم الصفحات التي ورد فيها استدلاله بابن تيمية صفحة 41 89 118 125 181 236 253 341 350 359 399 435 452 566 كذلك يحتجوا بابن القيم في صفحات رقم 89 168 452 552 أو تعلمت أيها الحبشي من شيخك الحبشي ما جاهله سلفك وقرابتك وإذا كان الشيخ الحوت معظماً لابن تيمية وتلميذه فما موقفكم الآن من الحوت هل كان جاهلاً بابن تيمية كذلك ابن حجر كان جاهلاً بابن تيمية حتى سماه بشيخ الإسلام كذلك الحافظ المزي كذلك المرتض الزبيدي كل هؤلاء كانوا يعظمون ابن تيمية ومنهم الشيخ محمد بن درويش الحوت فهذا يدل على أن الشيخ محمد ابن درويش الحوت كان على السنة بل في كتبه المتأخرة ما يدل على اختلاف منهجه عن كتبه المتقدمة وأرجو أن يكون على هذه الحال رحم الله الشيخ محمد ابن درويش الحوت وأقول لأهل لبنان عامة وأهل بيروت خاصة ممن يتبعون الأحباش انظروا كيف صرفكم وأفككم وأفككم عبد الله الحبشي عن مشايخكم اللبنانيين المعروفين ممن كانوا يحتجون بالبن تيمية ويأخذون بأقواله فأنتم على نهج آخر بسبب التسلط الشيعي وقد أريناكم عدنان ترابلسي وهو يقعد في المقعد الأول أمام حسن نصر الله لما يلقي حسن نصر الله خطابا على ماذا يدلوا هذا ما رأيكم هل يقبل أحد منكم أن يجلس مثلا أمامي ويسمع لي كلاما لا أنت أضل خلق الله بس مش أضل من حسن نصر الله يعني على الأقل أنه يلتزم مذهبا أن يقول بتحريف القرآن ولا ينفعه أن يقول أنا لا أقول أنت ما زلت تنتسب إلى مذهب تسالم مشايخه على القول بتحريف القرآن ماذا؟ انظر إلى مرآة العقول مجلد 12 صفحة 525 يقول كتاب الله 17 ألف آية ثم يقول المجلس بعد إيراد هذه الرواية من كتاب الكافي هذه الرواية موثقة وتدل على وقوع نقصان القرآن وتغييره مرآة العقول مجلد 12 صفحة 525 لا تنسوها ما قول يعني لأن حسن نصر الله أهدى مني سبيلا وهو يصف الله بالبداء حسابة من التشبيه يصف أهل البيت بأن عندهم الولاية التكوينية تكوينية يعني عندهم سلطان وسيطر على ذرات الكون كما قاله الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52 عندهم سلطان تسلط على كل الكون بما فيه حتى الذرات إلا أبكر عمر بأنه هذا الشيء يعني أخذ الخلافة فيا أيها الأحباش انظروا إلى هذه الفوائد من كتاب الشيخ محمد بن درويش الحوت وقارنوها بما جاءكم به المشايخكم لا سيما جميل حديم الذي يصف ابن تيميا بأشنع وأسوأ الصفات ويسبه ويشتمه ويزعم أن أحد المشايخ كان له تسبيح بعد صلاة الفجر يقول فيه لعنا طله على ابن تيميا لعنا طله على ابن تيميا لعنا طله على ابن تيميا هيك طب لماذا لم يعلم ذلك الدرويش الحوت ولا أبن حجر ولا الحافظ المزي ولا السبك نفسه الذي كان يدعو لابن تيميا بالرحمة ويعترفه بفضله وعلمه المشكلة فيكم لأن تمكن الأحباش جاء بعد تمكن الرافضة من لبنان أفهمكم كفاية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر